ايه موضوع شبكة داعم وفكرة انها تدعم في التنمية المستدامة 2030 وفكرة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وإلى اي مدى شبكة داعم بتدعم فكرة العمل التطوعي سواء من خلال أساسات مجتمع مدني أو من خلال أفراد أو من خلال شبابنا لما قوة دفعة الكاملنا خلال فترة قادمة سأقول لك كثيرة الحقيقة بترحل اليوم على أستاذ إبراهيم عبدالتواب أهلا بحركت معنا يا فاندوم نورة مشاركة أهلا بيك أهلا بيك صباح الخير وصباح الخير على مصر وكل أخير صباح النور يا سيدور أجمال يعني ايه فكرة شبكة داعم هو مبدئيا أنا هبدأ كلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه إذا قامت القيامة وفي يدي أحريكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تكون تمام فليغرسها تمام وده بيعزز الإيجابية عند العمل الخيري العمل حتى اللحظة الأخيرة بالضبط أنا لازم أعمل وأبقى إيجابي حتى اللحظة الأخيرة مربطش نفسي بالحاجات الحوالية دي القيام هتقوم يعني أنا هازر على مين مالكش دعوة يعني خليك في ده وده اللحن ممكن نقوله للشباب يعني دايما خليك إيجابي وإعمل الدور اللي عليك طيب التطوع سلوك وعندنا نمازج من المتطوعين كتير جدا 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 ووزارة التضامن الاجتماعي وأنا بشكر الدكتورة نيفين القباج على أن وزارة التضامن أحد القلاع الكبيرة اللي بتضم أعداد كبيرة جدا من المتطوعين بما فيهم حرارك هذه الشبكة تعمل تحت دعم أو مظلة مظلة التضامن الاجتماعي هي أقول تبعيتها دلوقتي هي تبع وزارة التضامن الاجتماعي أطلقها برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي للتمكيل الاجتصادي فوزارة التضامن الاجتماعي بتضم مجموعة كبيرة جدا من المتطوعين بما فيهم بقى متطوعين المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني أصلا وزارة التضامن تشرف عليهم فإذن الكيام بيضم عدد كبير جدا من المتطوعين طيب شبكة متطوع التمكيل الاقتصادي إحنا في برنامج فرصة للتمكيل الاقتصادي اتبع وزارة التضامن الاجتماعي الوزارة أطلقت البرنامج عشان نمكن الأسر الأولى بالحماية من أسر تكافل وكرامة اقتصاديا أنا عايز الناس تنجح أنا عايز الناس بدل ما تعتمد على دعم 450 جنيه أو 500 جنيه شهريا لا هو يقدر يجبه يعني زي ما بقوله إحنا عايزين ننتقل من مرحلة دعم لمرحلة انتاج فأنا بعمل ده إزاي؟ بعمله من خلال التمكيل الاقتصادي بمكن الناس من خلال التجاهين اتنين إما نقل أصول انتاجية أنا بديك أصل أو بديك مشروع أو بديك وحدة انتاجية أو من خلال التدريب المنتج بالتوظيف أدربك على حاجة معينة خياطة ترزية وبعد كده وزفك وده طبعا بيرفع القيمة المضافة بتاعت الشخص والمهارات بتاعته فبدل ما يتوظف بألفين جنيه لا ممكن يتوظف بخمس تلاف أو أربعة تلاف أو تلات تلاف ونوص يعني حسب المكان يعني مبين المشروع الخاص ومبين الوظيفة بالزبط بس بناء على تطوير المهارات على تطوير المهارات تمام طيب إحنا هننفذ مشروعات كتير جدا من المؤسسات قبل كده بتسلم الناس مشروعات انتاجية والنتيجة موجودة ولا مش موجودة محدش ممكن يباعي طيب إحنا هنا بنتكلم بس يعني عن داعم بالسان النهاردة احنا بنكلم بالسان وزارة التضامل الاجتماعي بالزبط هنا بس يعني هوني السؤال يعني شبك الدعم تتحدث بالسان أنا إبراهيم محمد عبدتوار مدير شبك الدعم في برنامج فورصة بوزارة التضامل بنتكلم باسم وزارة الله ليه بس ألك هذا السؤال لأنه نهارك بتحدث عن الفرص بتتحدث عن تطوير مهارات ثم توظيف تتحدث عن تمكين اقتصادي وإيجاد مشروعات فلما بنتكلم باسم الوزارة أن الموضوع مختلف مختلف شوية كل الكلام تمام طيب إحنا هنسلم مشروعات إنتاجية محتاجين حد يدعم الناس دي محتاجين حد يتابعهم ويتابعهم مش معنى أن يروح يملى استمارة ويرجع ده أنا عايز حد يتابعهم يشوف لو في مشكلة أزق معاه في المشكلة أنور له حلول فتم إطلاق شبكة متطوع التمكين الاقتصادي الفكرة كانت فكرة الدكتور عاطف الشبراء ومستشار الوزيرة للتمكين الاقتصادي أطلقها من سنتين وتعاوننا مع مستسد صناع الحياة تمام لإنشاء الشبكة وتم إنشاء الشبكة فعلا ووصلنا لعدد 1400 متطوع في مجال جديد أصلا للتطوع يعني طول عمرنا في مجالات كتير للتطوع فكرة أننا أعمل متطوع عشان يروح يعلم الناس تمكين اقتصادي وإزاي يسني دي الناس دي كانت فكرة جديدة وصلنا 1400 متطوع اشتغلنا بيهم حاليا أن الوزارة هي اللي بتدير الشبكة تحت مظهر لبرنامج فرصة شغالين فيه تمن محافظات لقصور سوهاج أسيوت المينيا بانسويف الفيوم والليوبية والشرقية طب تخصصات المتطوعين ايه؟ أنا أولا لما أعلنت عن هذه الفرصة للتطوع كان الإقبال عامل إزاي؟ نمرة الثانية حركة تتحدث عن 1500 متطوع في أي مجال يعني هل كلهم في المجال الاقتصادي يعني كلهم اقتصاديين محاسبين؟ يقدم لنا طلبة جامعات يعني من أول 19 سنة أو 18 سنة أو 18 سنة لحد 30 سنة كل ده بيقدم لنا على لينك التطوع إحنا بنعمل مقابلات معهم نشوف مين اتجاهاته تنمية مين اتجاهاته تمكين اقتصادي أي مين عنده الوقت لأن الفرق في التطوع هنا أن هي أنا مش بروح مع حضرتك نوزح حاجة النهاردة وخلاص لأ ده أنا فيه ممكن أعود سنة منتظر الأسرة تتمكن اقتصاديا يعني أنا بنفس زيارة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وافضل وراء الأسرة لحد ما تتمكن اقتصاديا أشوف المشاكل وأبدأ أرصدها أبعادها للوزارة أبعادها للمنصقين أبدأ عليك تاني يعني الموضوع مش فكرة يوم فعشان كده لازم ناخد ناس هي عندها خلفية أو هو عايز يبقى يتعلم حاجة في التمكين الاقتصادي سيد إبراهيم خلينا أقول لحضرتك أن مثل هذا العمل ده عمل شبه متكامل فكرة أن تحول من إلى ده موضوع مهم جدا ولكن هل ده تقوم به وزارة الضمن منفردة يعني فكرة الجزر المنعزلة بين الوزارات أعتقد أنها فكرة انقاضت تماما كل وزارة تعمل بالتوازي في ذات التوقيت وبالتنسيق الكامل طيب النهارده التمكين الاقتصادي هل تقوم به الوزارة منفردة ولا احنا عندنا تعاون كامل ما بين الوزارة ووزارات أخرى الوصول للهدف المرجو لا فيه تعاون بيننا وبين الوزارات يعني فيه أكتر من بروتوكول أصلا في هذا المجال أو في هذا اللقطة في التمكين الاقتصادي يعني مثلا احنا عندنا بروتوكول موجود مع بين وزارة الزراعة ووزارة الأواف ووزارة التضاوم بروتوكول سلاسي لتسليم اللي هي روس الماشية اللي قال عليها الرئيس ده اللي أنا عاوز أوصل له يعني هنا الموضوع ليه تطبيقات يا فندم على الأرض الواقع طبع عشان توصل للتطبيقات لازم يكون فيه تعاون بروتوكولات سنائية سلاسية ربعية المهم من في الآخر انت عاوز فلان يدي وفلان ينصق وفلان يوجه وفلان يدعم فيبقى المحصلة انها ايه اللي حريبت لو ما عملتش ده المستفيد مهما ان كان مش هنجح في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها انت ديتنا اصلي انتاجي في حدود عشر تلاف خمسة وشر ألف عشرين ألف مش هنجح في ظل الظروف دي انما انجح امتى لما لايه متطوع بينوار الحاجات لما لايه مؤسسة مجتمع مدني بتسند معايا لما لايه حد جاء علمني ازاي عندنا مشكلة في أسعار العلاف مثلا فيعلمني ازاي يعمل العلاف بديلة يعني التكاتف ده يخليه ننجح يخليني اواكب الدنيا هو مش هيتحول يبقى من رجال العمال الصبح بس على الاقل هينجح يعني النهاردة الصبح انا صحيت على رسالة احد المتطوعين باعت بيقول ان في كتير من المستفيدين في القصر حولوا مشروعهم احنا كان فيه احد مؤسسة المجتمع المدني مسلمة ضمن برنامج فرصة روس ماشية اغنام تمام رأس اغنام في حدود 15 الف مع الاعلاف مع التدريبات فهو كاتب ان المستفيدين كبروا مشروعهم هو المتطوع فرحان جدا بيقول المستفيدين كبروا مشروعهم كبروا مشروعهم ازاي قالك باع دول ب17 الف وحط عليهم 1700 ورح اشترى عجلة يعني روس ماشية فده بالنسبة له ان شهرين تلاتة يبدأ من 19 الف ممكن تباع ب30 الف يبقى كده فيه بدأت تضر دخل على القصر بس احنا كده تحول الامر الى تجاري صح الكلام؟ مش تجاري هو انا التمكين الاقتصادي انا بديله الاصل الانتاجي مش عايزوا يهدروا عايزوا حراك بتديله اصد انتاجي قد ايه مثلا يعني حراك تتكلم عن رؤوس مشياء مفيش رؤوس مشياء بعشر تلاف لا لا اغنام اغنام لحد 15 الف احنا بنسلم اه اصول انتاجية لحد 15 الف و20 الف وده ده وفي نظام يعني كل اسرة لها كم رأس مثلا احنا شغالين على مستهدف الاسرة حسب النوع الماشية يعني ممكن ماشية ممكن ياخدوا تلاتة ممكن ياخدوا تلاتة ومعهم اتنين صغيرين بيتوالى تربيتهم متكبيرهم ما اقل زيك وبعدين يتوالى بيعهم بياخد جزء بحيث ينتقل من الغنم الى مثلا لحاجة شريحة اعلى هو ينميهم عايز يفضل في الغنم المهم ما يبيعش الاصل انا كل المتابعة اللي بعملها من خلال متطوعين من خلال الجهر الرقابية من خلال المؤسسة اللي بتنفذ من خلال المدرية ما يبيعش الاصل لفترة انا مش عايز يبيع الاصل لفترة لفترة على اقل ست ما هو لو فضل معاه احنا عندنا الرزق في ايه في اول تلات شهور يعني لو حد عدى اول تلات شهور في وظيفة صعب ان يسيبها بسهولة لو حد عدى اول تلات شهور في مشروع صغير زي كده ما بيعوش صعب ان يسيبه برضو بسهولة يعني زي ما نقوله هيكبر معاه احنا عندنا المشكلة كلها في اول تلات شهور اول تلات شهور أنا باخد الأصل أول الست ما تتزيني عايزة تلاجة لبنتها بيع اشتري تلاجة هي بتفكر في ده ده ممكن تفكر فيه وهي بتستلم أصل إن أنا دول أبيعهم وأجيب بيهم بتجازة جيب بيهم تلاجة حركة تتحدث عن متطوع في حتة أو في جزئية رؤوس المشية حركة تتحدث عن أغنام أنا محتاج المتطوع يعمل إيه بالزبط مع اللي استلم هذا الأصل يعني أكيد الناس كلها عندها خبرات في تربية الغنم مثلا لا أرجع أقول لحضرتك المتطوعين قاموا على فلسفة يعني شبكة متطوع التمكيل الاقتصادي داعم قامت على فلسفة إن المتطوع نفسه لازم يستفيد ميدانية يعني عندنا أنا ونفسي أنا وعائلتي أنا ومجتمعي اللي استفادة الأولى على المتطوع تمام مهما ندي له كورسات أي حاجة هو مش هيتعلم إلا لو نزل ميداني كلمني على الفقر زي ما تكلمني مستحيل هتشوف الفقر إلا لما تشوف الأسرة عايشت زي كلمني على أن هل المشروع بـ 15 ألف ينجح ولم ينجحش إلا لما تنزل وتشوف الأسرة فالمتطوع بيوصل للأسرة تمام فالاستفادة دي ميدانيا بتعم عليه طيب هو بيعمل إيه للأسرة إحنا عندنا كذا تدخل للمشروعات إحنا مش كله أغنيم يعني إحنا فيه فراخ بياضة ودي بتحتاج تدخل يعني أسبوعي ممكن لأن الحركة مرضو عشان أعلاف أعلاف في بيض في بيع بربطه بحد أنا محتاجه يسجل مثلا مدخلاته إيه النهاردة اشتريت خمسة كيلو علف واشتريت أدوية بكذا فصرفت 20 جنيه عشان دريس بالحسابات بالضبط بعت بيت 40 جنيه آخر الشهر انت كسبت ولا خسرت الموضوع ماشي معاك طب ده في إطار رقابي ولا في إطار مساعدة لا في إطار رقابي لا الشبكة بتعمل دعم للأسرة تحت مظلة فرصة بس هو مش رايح مخبر يعني المتطوع يفرق مع الناس جدا طبعا انت بترقبني أنا باعت كان بيضة وربيت كان فرق لا لا طبعا ده كلامك صح ولا حضرتك بتديني مساعدة مثلا أنا مش عارف أصرف البيض اللي عندي محتاج علاف مثلا الفراخ مش عارف أجيبها بسعر جيد يعني هنا انت دور حضرتك أنا بكلم مع الشبكة ما ليش دعب وزارة الضموخ بكلم مع الشبكة دورها رقابي بتشوف ده أخد إيه وبعى إيه وطلع إيه ولا دورك داعم فعلا الشبكة دورها داعم يعني احنا بنقول عليها جلسات الدعم والإرشاد تنفيذ جلسات الدعم والإرشاد الناس متقبلة دا ازاي طبعا هو بينزل أول حاجة يعني ويلايك رايح له كل يوم أو كل أسبوع أو كل بتاع بتقوله انت ما عندك بيضة دايه بقى تأدئي بتعلافة دايه هل هو متقبل ولولك هل ده متقبل الأمر ولا المدوء صحيح بنبدأ معام بدري أولا المتطوعين من كل محافظة بيبقى هو أصلا متخلخ للقرية يعني هو من المركز والقرية اللي هو منها فدي رقم واحد الحاجة التالية ده أصعب لأنه بقولك دعب بص عليها دا 14 ساعة آه لأ يعني خليه ما بوضوح معك احنا بنأهل المتطوعين مش بسيبه ينزل كده فلازم أقول له هتنزل ازاي الأدوات بتاعتك أدربه أدربه على كتاب المتابعة احنا بننفذ 6 جلسات متابعة تمام حسب المشروع فيه جلسات هتزيد فيه جلسات هتري أول جلسة منهم بيقولك أنا والمستفيد أصحاب هو بيروح يعرف المستفيد بخدمات فرصة بالأصل الانتاجي بياخد الداتة بتاعته من الجهة الحكومية اللي هي المدرية ومنصقين برنامج فرصة الجمعية بدي بها عارفة أنه نازل فالمستفيد عارف أن دا واحد من ضمن المنظومة بس هو لما بيروح بيبدأ يقول له هساعدك في كل حاجة هل لزاما على الشخص أو العائلة اللي بيتم تمكنا اقتصاديا أن هي توافق على أنه يكون موجود يعني بمعنى أصح أنا جيت لك عشان أساعدك هل أنت ملتزم أنك أنت توافق على وجودي وعلى إرشاداتي وعلى توجهاتي وأحيانا على مراقبتي للأصول وأحيانا على فكرة التسويق تقبل الأسر لوجودك إيه هل بشكل ودي وإلا باعتبارك تحت مظلت وزارة تضمن فأنت موجود بشكل رسمي ممكن يقول لك يا سيدي ما تجيليش تاني خلاص أنا عارب إن أنا قومت مشروعي وعارب بعمل إيه وفيه يقول لك لو الله إذا أنا عندي دروب في كذا فيه ناس بتبقى مستجيبة وعاوزة المعلومة وعاوزة الاستفادة وحاسة أن أنت وجودك هيكبرها ويكبر المشروع وفيه راجل تاني بيقول لك مش كل شوية هتجيلي يعني خلاص أنا عارفت خلاص أنا عندي عشر فرخات بيجيبوا عشر بيضات ببيعهم بكذا وعارف العلب بيجيبهم لي مثلا حالك بتتعامل إزاي معنا إحنا فيه جزء من المتطوعين بيحضروا التدريبات الفنية قبل استلام الناس المشروع تمام فبيبقوا منورين مع المستفيدين إن الراجل ده موجود لعملية الدعم تمام الحاجة التانية هو لما بيوصل للأسرة الأسرة لو ما قابلتش ده ما قابلتش المتطوع هو مش بيفرض عليها نفسه هو بيعمل الجلسة الأولانية إحنا بنحاول ندربه أن نعملها صح فكرة إن أنا أتعرف عليك صح فكرة إن أنا أقصر الحواجز ما بيني وبينك صح أنا مش جاي رائب عليك أنا جاي أساعدك لو في النهاية المستفيد ما قابلش ده في جهة تانية بالتابع يعني أصلا في جهة رقابية بالتابع أصلا أنا مش جاي لك أنا مش جاي لك رقابي أنا جاي لك بدعم معاك يعني إحنا كان عندنا مشكلة مثلا مثلا في اللي علاقة أرسلت بس إنجاح الموضوع يعني التقبل من الطرف التاني دايما ينجح الموضوع طبعا طبعا ده بينجح الموضوع كتير قوي إحنا عندنا حاجة عملوها في شبكة دعم وطبعا أنا بشكر فريق سنوع الحياة اللي كان شغال على الشبكة كلهم يعني الفترة اللي فاتت عملنا نشاط اسمه المبادرات المجتمعية مبادرات المجتمعية في شبكة متطوع التنكيل الاقتصادي دعم كانت حاجة رائعة جدا إحنا كلفنا المتطوعين يعملوا مبادرات لحل مشكلة موجودة في كل واحد في منطقته نعم وزيروا تكلفة مش هديك فلوس تمام انت بعلاقاتك اعمل علاقات بقى عضا مجلس نواب اعمل علاقات مع جاترا يعني انت كده في مكانك طلع علاقات وصير المشكلة وحطوا لها حلول وشوف هتنجح ولا لأ وصلوا لحوالي 22 مبادرة على مستوى التمن محافظات كرمنا تمن مبادرات منهم التمن مبادرات كانوا عاملين مشروعات انتاجية هيلة جدا عملوا مبادرات توظيف هيلة جدا ان انا اروح اوظف مهندس ياخد رقم كبير ده كان شيء كويس جدا من فكرة ان انا بعمله شوية تدريبات ايه اروح لست في الكارير الريفية الصغيرة بدل ما ترمي التوم اللي عندك ما هي بتزرع توم تعالي نبكته وتعالي نوديه وسوقه لك هي فكرة الصغيرة دي اعمل قيمة مضافة على المنتج فكرة المادة الخام بتم تصنحها في الاخر بيكون منتج نهائي الموضوع مختلف فعملوا مبادرات اكثر من رائعة دي النمازج اللي احنا محتاجين ندعمها الفترة اللي جاية طب كلمة اخيرة عشان معي 30 ثانية كلمة اخيرة انا كل المتطوع لازم يبقى عارف هو هيعمل ايه هو داخل استفادته ايه من التطوع مفيش متطوع ينزل لأي حد ما عندهش نظرة تفاؤلية لان المتطوع لو هو ما عندهش نظرة تفاؤلية انت رايح تموت الناس مش تحيه صحيح انا مش نازل لأقولك اصلا هي مصر كده كده ابص هي مش هتتزبط هو الاقتصاد مش عين بمعنى اصح الحدوتة مش بس خبرات الحدوتة انك تبس التفاؤل في نفوس الناس وتبقى قطرة ومساعدة مستقبلية انا لا املك لان اشكر حركة استاذ ابراهيم عبدالواب حركة نورتنا شرفتنا وقطفتنا شكرا جزيلا لك شكرا لك يا فندم شكرا لكم شهدية حدي اللي بنصل معكم لاختام حلقاتنا لهذا اليوم غدا فريق عمل جديد